كفى أن الله اسمه السلام نعم فلابد أنك أنت تخدم هذا الاسم وتخدم هذا المعنى وتنشره في الأرض قدر ما تستطيع نعم فإذن هذا الاسم الكريم فعلا له دلالة عند المسلم ولكن يعني للأسف الشريء نحن المسلمين ربما يعني كنا أو الآن يعني أسرع الناس غفلة أو أكثر الناس غفلة عن إحاءات هذا الاسم من أسماء الله الحسنة و أنا أعتقد أن المسلمين لم يكنوا بل العالم الآن والله العالم الآن لم يكن في يوم ما من الأيام يعني أمس حاجة إلى الاستماع إلى القرآن وإلى هدي القرآن في هذا الموضوع مثل ما هو اليوم يعني أنظر إلى أزماتنا حتى أزماتنا العربية الإسلامية أزمات لا معقولة أزمات لا إنسانية و قبل ذلك أزمات لا إسلامية نعم ولا مخرج منها إلا صنع السلام نعم إلا صنع السلام بين القادة وبين الشعوب وبين الشعوب فهذا الاسم عجيب وأنا توقفت عنده كثيرا جدا و في مرة يعني في روما تحدث في هذا الموضوع والناس اندهشوا حين عالموا أن اسم السلام في المسلمين أو في هذه الصورة و أنا طبعا خاصة يعني ما يحدث الآن و يلصق بالإسلام و ترمى التهم على الإسلام والإسلام وفوبيا وغيره الغرب حقيقة المسألة عنده مش إسلام وفوبيا نحن ممكن نقول دين وفوبيا هو ضد الدين و ليس الإسلام تحديدا و ليس الإسلام هو أمات المسيحية و أمات اليهودية في الغرب نعم لكن يرى أن هناك يعني شبح بالنسبة لمقلق وهو الإسلام نعم لأنه لأنه مازال حيا يتنفس حيا و حيا رغم أن 14 قرن وهو يضرب و يقاتل نعم لكنه لا يزال حي و حي يعني طلع لهم آسف في هذا الكلام العفري طلع لهم في البيت نعم عندهم هناك لأن يزداد دخول الأوروبيين في الإسلام لأن جربنا كل جربنا الرأس المالية جربنا الاشتراكية جربنا الفوضوية جربنا الحداثة جربنا الفوضى مش عارف إيضاء جربنا كل شيء